خدمات ومنتجات جديدة تقدمها مؤسسة بريد الجزائر عن طريق بطاقتها الذهبية وبوابتها الإلكترونية التي تسمح لزبائن المؤسسة من وروج مكتب افتراضي للتمكن من اقتناء مختلف المنتجات وفق ما أكده مدير قسم النقدية والمصالح المالية البريدية رشيد بن عزوز للشروق نيوز سمحت للمواطنين أنهم بهذه البطاقة يقدروا عبر الانترنت يخلصوا يخلصوا إما المشتريات ولا يخلصوا الفواتير تعلغاز وتعلما وتعلما وتعلت تري سيتي إضافة على ذلك رح يكون إن شاء الله رح يخليه يدير تعبئة الهواتف النقالة ديالو تعبئة الرصيد ديالو تعالى ديالسيل في آخر شهر تاعة جنفير فيبريل آخر وش رح يكون رح تولي هذه البطاقات جي تحل ما حل البطاقة القديمة معظم الخدمات النقدية للبطاقة الذهبية الجديدة لا يترتب عليها سوى رسم صغير وفق ذات المسؤول عندك نتاكس اللي هي فيكس تاعة 12 دينار زايد كل ما تخرج كل مد 100 ألف ألف دينار عندك ثلاثة دينار زيادة حتى تلحق تخرج 20 ألف دينار أكحسب تطوير بريد جزائر لمنصة خدمات إلكترونية وبغض النظر عن توفيرها لخدمات نقدية ستمكن المواطنين من دفع مختلف الفواتر وشراء منتجات كرصيد الهاتف النقال أو الحصول على رصيد الاشتراك في الأنترنت فيما ستحدث البطاقة الذهبية ثورة في مجال الدفع الإلكتروني في مختلف الفضاءات التجارية ترجمة نانسي قنقر